السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومستاكم الله بالخير جميعا عندي النظام هذا كامل غيرت طبعا شلت الزرع اللي فيه كاملا وفكرت بفكرة جديدة بحيث انه يعني من باب البحث يعني عن ايسر الطرق وانه نعمل تجارب بين فترة والثاني نشوف وش ممكن يطلع معنا وما هو الافضل الفترة الماضية انا عانيت من مشكلة كانت في الزبول بانواعه سواء الفيوزاريا او الفرتسليم ولكن الزبول الطري ما كان موجود يعني الزبول هذا اثر على جذور تبع النبات ولذلك اثر عليها بشكل كبير جدا اثار الزبول هذه استمرت يعني حتى بعض النباتات جزء منها متبقي مثل الطماطم هذه لا زالت متأثرة بالذبول بالنسبة للخيار تأثر بشكل كبير جدا حاول انه يقاوم مع المبيدات ومع يعني المغذيات لكن اللي كان يعني مساعد الذبول انه يكون موجود انه ما نستطيع ان نكشف عن الجذور بين فترة واخرى بحيث نتأكد من سلامتها اذا كانت تحتاج الى يعني علاج او لا لان الجذور بالعادة في الزراعة المائية ان تكون مغطات كاملة سويت تجربة سابقة الان هذه التجربة الجديدة واذن الله راح اوريكم كيف راح يكون العمل انا لغيت الخط هذا كاملا وراح اشتغل عليه الان في البداية هذه صحون عادية تبع الطعام العادي اعتقد مقاس 20 او كده الصحن هذا فكرة انه راح يركب غطاء على على الاحواض اللي موجودة عندنا الدائرية بعد ما يركب الصحن نصلحت مجموعة الصيصات وصمغت الكوب فيها بالعكس من الاسفل يعني هذا الكوب راح يكون في الشكل هذا وراح نركبه زي ما ركبنا المجموعة اللي هنا تمام الكوب هذا راح يلامس الارض ملاحظين راح يلامس الارض فما راح يكون في ضغط يعني بعد ما يتعبى الحوض بالحجر الفخاري والصيص اللي موجود فما راح يكون في ضغط على الصحن هذا ما راح ينكسر يعني يعني الحوض هذا والصيص هذا لو كان معلق على الصحن الحالو بدون دعم من الاسفل راح يسقط بعد فترة بسبب ثقل الشتلة لان الشتلة راح تكون واقفة ما على ايام راح تكبر فرح تضغط عليه لحد ما ينكسر احنا حطينا الصحن عفوا الكوب هذا من الاسفل ممكن ايضا ندعم وتخليه كوبين ثلاثة على ما ترغب او تراند المقاس عندي طلع مضبوط جدا شايفين الان هذا اقصى نزول له جميع الاحواض هذه بنفس الفكرة يعني هذا الصحن الاحواض راح احط الصحن بالشكل هذا ارفع هذا بصير تمام راح يكون بالشكل هذا و راح اجيب القصيص و انا ركبنا الخزان الان ركبنا ثلاثة شتلات تجربية شايفين كيف الان راح راجع القوة الضخ هنا طبعا قوة الضخ هنا تتفاوت من مكان لاخر احنا راح نشوف طبعا عندي تحكم هنا اذا اقفلت يصير الراجع خفيف شايفين راح يقوى الضغ ببعض الضيبات اذا افتحت شغل الان راح افتح ممكن يقل الماء هنا لان الراجع يرجع بسرعة بدون ما يدخل لكن الان راح اقفل راح يزيد الضغط الان راح نكمل جميع الاحواض اللي هنا و نرجع لكم بيدن الله الان اصبحت بالشكل هذا تلاحظون يعني الوضع فيها جيد طبعا انا حطيت الان تقريبا سبع وثمان شترات ولكن الوقت تأخر فهو اقل المساعد يروح والباقيات هذه راح اكملها غدا بامر الله سبحانه وتعالى اللي راح استخدمه هنا كالمعتاد الاسميدة المستقلة اللي هو سماد عالي النيتروجين باعتبار انه النبات لازال في مرحلة النماء الخضري ايضا راح اضيف له سلفات المغنيسيوم او ملح الابسوم اللي يسمونه ملح الابسوم وكذلك ممكن اضيف له كالسيوم بنسبة بسيطة جدا طبعا احنا دائما يكون عندنا اخطاء في حساب الكميات اللي يستحقها النبات الخزان هذا يشيل تقريبا اربعين لتر الماء اللي موجود هنا تقريبا واحد لتر واحد لتر في اثنين وعشرين حوض طيب يعني تقريبا اثنين وعشرين لتر مع اربعين اثنين وستين لذلك الكمية من السماد اللي توضع في الخزان هذا يجب ان توازي مقدار ماء ثنين وستين لتر ماء لذلك راح نضع سماد عالي النيتروجين بمقدار ثنين وستين قرام ليش؟ لانه الشتلات لا زالت نوعا ما يعني ولو وضعنا ثنين قرام لكل واحد لتر طبعا الامر هذا احنا دائما نتكلم فيه انه له علاقة بمرحلة النمو يعني الشتلة اللي مثل هذي ممكن ان تاخذ واحد جرام مع واحد لتر ماء لو كانت اكبر شوي ممكن اثنين جرام مع لتر ماء ممكن ثلاثة جرام مع لتر ماء على حسب مرحلة النمو كل ما اكبرت اكثر كانت تستحق سماد اكبر المسألة طبعا تقديرية اعرف الناس بالنبات هو انت تعرف شعطيته اسمده سابقة وكذا مدى استجابته لذلك الخزان هذا راح نحط فيه 62 سماد عالي النيتروجين مع العناصر الصغرى و10 جرام سلفات مغنيسيوم وايضا 10 جرام كالسيوم علشان يغطي المسار هذا كاملا فيه 22 حوض تقريبا الان راح نضع سماد عالي النيتروجين وقلنا انه نحتاج منه تقريبا 62 طبع المجموع كاملا يفترض ان يكون 62 كاملا من السماد عالي النيتروجين وايضا من الكالسيوم ومن سلفات المغنيسيوم انه يصبح المجموع العام 62 نقلنا راح نضع 10 سلفات المغنيسيوم و10 ايضا كالسيوم طيب احنا الان كام وصلنا 67 ما يمنع عفوا 57 ما يمنع نزلنا 50 راح نحط الكمية هذه الان في ماء ونرجها بشكل جيد الان نضع الكمية الأولى نحط عليها موية ونحركها الكمية طبعا الكمية هذه يفترض ان ترج بشكل جيد وتضاف الخزان وبعدها راح ناخد سلفات المغنيسيوم أو ملح الابسوم راح ناخد 10 جرام ونضعه هنا نحط عليه ماء ونحله بشكل جيد لحد ما يذوب ونضيفه الخزان وبعده راح ناخد الكالسيوم ونضيفه الخزان طبعا هنا راح ناخد 10 وهنا 10 جرام أيضا وراح نضيف الخزان ونشوف النبات في الأيام القادمة بس الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم جميع ما يعمل هنا هو تجارب البحث عن الأفضل ما نبغى نعتمد على طريقة واحدة فقط ولابد انه باستمرار نحن نواصل البحث ونشوف الطريقة هذه سواء عندي أو عندكم أو عند الآخرين ونستفيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته